بتان اسماعيل الموضوع اللي بيدور حاليا في الشارع القروي الزمالكوي والاهلاوي وعمتا يعني موضوع شكبالا واحمد مجاهد والاحتفالية والحكاية شايفها ازاي من وجهة نظر واحد من النجوم الزمالي في الكوة احتفالية ايه؟ الدورة هو كان في احتفالية؟ انا ما كانش في احتفالية؟ شفتها ازاي؟ لا شفتها يعني الحقيقة حقيقة يعني حاجة تبكي لان اكبر بلد في افريقيا مصر ونظمت بطولات عالم ونظمت على اعلى مستوى يكون التنظيم بهذا الشكل المهين شكل مهين يعني ولا فيه ترتيب ولا فيه حاجة والناس كلها في الملعب وفيه عدد كبير جدا من اللعيبة ومن الادريين ومن اعضاء اللجنة ما خد دخلوش الماتش خالص طبعا ما دخلوش الماتش وفيه اعداد كبيرة من الناس اللي ملهاش علاقة ملهاش علاقة داخل الملعب وبعدين اللي حصل انا احط لنفسي مطرح شيكبالا او مطرح الاولا احنا اه ناتذة مالك مفوش اه مدير كورة هوش حد ينصق الجزئية ديت طب وكان ممنوع على ادارة ناتذة مالك الحالية ان هي تنظم الموضوع فالموضوع كان كله اه اه اتحد الكورة هو اللي بينظمه اه اه اتحد الكورة هو اللي بينظمه المفروض الامور تبقى منظمة اكتر من كده بكتير اه اه نزول الملعب الناس الأعداد اللي موجودة الأعداد الموجودة داخل أرض الملعب يعني فيه داخل أرض الملعب حوالي 500 واحد مش فيهم ولاد اللعيبة ولا اللعيبة ولا اللعيبة يعني فيه لعيبة مؤثرة زي أسامة فيصل وزي محمد عبد السلام وزي أحمد أيض دول لعبه دوري يعني أقل تأدير ليهم إن هم يكونوا موجودين في اللحن خليل التعنت اللي حصل علامات استفاهم كبيرة جدا فسرته بإيه؟ سوق تنظيم ملوشنية سيئة ولا لا ممكن يبقى فيه نواية أنا خليني حسن النية لا سوق تنظيم كبير وهرجالة هو معلش الاحتفالية دي كان المفروض جات فجأة يلا بكرة يلا دلوقتي احتفالية ولا عارفين قبلها بثلاثة أيام مبارات الإنتاج إن فيه احتفالية وفيه تسليم درع الدولي داخل بيترو سبورت ويوم كذا الساعة كذا مش فجأة ألاقي 500 واحد جوان ملعب مش فيهم ولاد اللعيبة واللي حصل ده حاجة صعبة جدا وطبيعي إن الأولاد اللعيبة واللعيبة ذات نفسيها والمسؤولين اللي موجودين جوة اللجنة يكونوا موجودين جوة حضرين في الملعب مش عايزة كلام فده اضطر إن طبعا أنا ككابتن فرقة كشكبالة كابتن فرقة إن أنا أطلع لازم يخشوا والناس اللي موجودة رفضت ليه؟ هذا السؤال برضو إيه الحكمة؟ وفيه ناس جوة أرض الملعب ما لهمش أي لازمة يعني أنا صاحب الفرح ما خشش فرح ابني ولا فرحي ما هو دي برضو حاجة وناس غرب قاعدين وهم اللي بياخدوا التهاني فدي نقطة يعني لا ألوم مش كبالة إن هو لازم كان يدخل اللعيبة وهو المسؤول لإن أنت ما عندكش مدير كورة ما عندكش حد مشرف يعني مش موجودة وكارتلون مش هيسيب يعني يعني ما يعرفش كلام واللغة طبعا بتفرق فهو كان شيء طبيعي إن هو ينزل الناس الأغرب بقى برضو مهانس أحمد إيه اللي جايبه هنا برضو عند المشهد ده بالذات ناس الموضوع يعني الإقاف طبعا مغالى فيه جدا لإن هو طبعا اللي حصل مبارح يبرق شيكبالة من التعدي بالقول أو ظهور أحمد مجاهد في التلفزيون وقال فأنت لم يتعدى فهو كان عايز يدخل الناس طب إنت بتديله ثمان شهور ده سنة ده تقليما خلاص يعني لأ إحنا عايزين نبطله يعني يعني مغالى فيه أعتقد إن هم هيقيدوا النظر في العقوبة ديت ولازم يعيدوا النظر لأن الموضوع يعني صعب جدا طب الناس بتقول لك إنه كان هيعمل إيه؟ يعني قصدي إنه رئيس اتحاد الكورة لو موجود وشايف إنه فيها رجالة عند الحيطة دي وبتاع ده أنا بكلمك بقى برأي حد تاني وشكبالة متعصب على اللهم برئيس اتحاد الكورة من شغلته أنظم ولا أنا شغلتي أنا كابتن فرق إن أنا أنظم بس هو أنا أتحطيت في مواقف إن لازم إن اللعيبة دي تخش لإن هم حطين أملهم كله على قائد الفرق مش عايزة كلانا يعني أولاد اللعيبة اللعيبة ذات نفسهم مش قادرين يخشوا يحتفلوا بدرع الدوري داخل الملعب وهم عرقوا فيه فالموقف حطم على شكبالة إن هو يروح يدخل اللعيبة يعني هو مختلقش الموقف وليد الصدفة حصل إن موضوع وكان المفروض الموضوع يتخب بسلاسة طب ما يخشوا كان مضاعم بسيط قوي إنك فتحت ودخلت الناس وليل عند أتفضل خلص اللعيبة موجودة أتفضل وخلص الموضوع خلص طب زي ما قلت لي برده أنا مش عايزة أتخل في النواية وقلت إنه هيبقى سوق تنظيم في موضوع الاحتفالية كلها لكن في المشهد ده تحديداً ليه كان فيه عند؟ ليه كان فيه تعنط إنه ما نعديش قصة ونفتح الباب وندخل الناس ونحتفل والاحتفالات عدي وما يحصلش الخناءة دي بقى؟ ليه بقى؟ ليه حاست إنه ممكن يقافي عند؟ ما عرفش يعني أنا أولاً أنا كمدير فني محطش راسي براس مثلاً لعيب ما ينفعش أنا كرئيس التحاد ما ينفعش أخش في عند أو في كلام مع لعيب أنا قاعد في المقصورة وفي ناس مسؤولة عن التنظيم الناس المسؤولة عن التنظيم دي هي اللي تقول أو لا محطش نفسي في موقف حرج أو موقف مشهد ملوش خصوصاً إنه هو ذات نفسه طلع على المهندس أحمد إنه ما حصلش تعدي بالقول ما فيش حاجة يعني حصلت هو بس إيه نرفازها هنا أو هنا أو هنا وشد يعني الموقف ذات نفسه مش قادر أفصره يعني الموضوع بسيط جداً ممكن يعدي في ثانية اللي ربع صح جداً صح جداً في ثانية اللي ربع طب ماشي شيكاً ماشي كبالك تفضل أو أنا مليش دعوة بالموضوع أساساً ما كانش أصلاً موجود في الحتة دي لو أنا مش هبقاً موجود على أرضة الملعب أو في المقصورة لغاية لما الموضوع يتحلوا وخلاص ولو فيه قرار أنا أقول يا جماعة طب ما تدخلوا ما هي المشكلة؟ ما هو دول اللعيبة الموجودين وفي أي حتة في العالم كمان بيحتفلوا بزوجتهم وأولادهم يعني حدث حلوي يعني كان والضغط وأنا سألت حتى والله الناس في النادي هل بلغوكوا كالتحاد كورة إن فيه حاجات معينة ممنوع أنها تحصل يعني ممنوعاً زوجات اللعيبة تنزل ما قالك لا طب ممنوع مش هفق إلا أقول لك هكيمو إن فيه أعضاء من اللجنة ما دخلوش الملعب قاعدوا ودخلوا الشوت الثاني وأسماءهم في الكشف وتقال لي أصلاً إن الكشف ده حتى ما تاخدش بيه طب كل ده لبقى الموضوع بسيط الموضوع بسيط وفيه ناس جوا لأرضية الملعب لا يحق لها أن تكون موجودة في الملعب ومين دول أصلاً أحد الشعار يعني الجايين أهم أحدش يعرف يعني لازم نقطة نظام في الجزيرة من اتحاد الكورة ومن الأمن إن هو ينصق العملية دي مع اتحاد الكورة طب بذكر اتحاد الكورة عادةً كل فترة كده بيبقى آياً كان للشخص بس اتحاد الكورة بالبلد كده ملوش حبيب يعني محدش بيحبه دايماً تلاقي إن الأهلوية بيلوموا عليه عشان بيقف مع الزمن الكوية في حاجات والزمن الكوية بيلوموا عليه عشان بيقف مع الأهلوية في حاجات هو ده طبيعي؟ ولا الأشخاص اللي أداروا اتحاد الكورة في السنين الأخيرة أداروا الملف بشكل خاطئ فوحشوا العلاقة ما بين الاتحاد والأندية هو لو كل الأندية بتشتكي من اتحاد الكورة يبقى اتحاد الكورة ناجح لو كل الأندية بتشتكي أيوه حلو بتشتكي من اتحاد الكورة نجح بالنسبة للمئة في المية لأن لا يكيل بين ميخيالين إنما تبقى في مواقف في نادي الزمالك حاجة وفي أندية أخرى حاجة في نادي الأهل حاجة وفي أندية أخرى حاجة هي دي اللي بتخلي اهتزاز صورة المسؤول بتاع اتحاد الكورة في نظر المتفرج وفي نظر نعام اللي هو أنت ماشيها إزاي يعني ماشيها على حسب إيه بالضبط التقارير السوشيال ميديا هنا 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 فهو ده اللي بس بيفرق في نظرة المتفرج بالنسبة للماء هو لو كل الأندية بتشتكي باتحاد الكورة لجح من نسبة مليون في المية مبارح حتى في ظهور أحمد مجاهد مع أحمد موسى بيقول له على وقعة فضل وكهرباء إنه القصة يعني ما فضل وكهرباء والحكاية قال له لا ما تقارنش لأن ما كنتش أنا اللي موجود وقتها فقال له طب يعني هي بتمشي بالأشخاص ولا بتمشي باللايحة اللوايح بس يعني هي في آخر اللايحة بتتطبق مضبوط يا كريم صح كده اللي يفصل بيني أنا كنادي وبين أي حد اللايحة ونطبق اللايحة ما اخترعش اللايحة ومقلفش اللايحة وبالمواقف وبالالوان يعني مش كل مواقف وشيء لزوم الشيء ونحط إيه البهارات بتاعتنا لا ده هو ده برضو اللي بيزعل الناس من الكلب من الكلب في موقف واحد يعني برضو يعني أنا كنت بتكلم في موقف كمان إمام عشور إمام عشور حتى لو أخطأ ميش إتنشر مطش دي دي يعني يعني زياء عن اللايحة ميش يعني أنا طبق اللايحة اللايحة فيها عقوبات أوكي فيها فلوس عقوبات ومدية مالية وفني ومراوحش البيت وضرابه مده على رجله يعني لا كتير يعني يعني خلي خلي في حاجة واحدة بالموقف باللايحة ليه ليه لان برضو فيه العيبة صغيرة ممكن يعني موقف زي ده احنا بنعلمها احنا يعني ابني بعلمه مش بمموته صح يعني دي نقطة مهمة صح ترجمة نانسي قنقر